السلام ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا ملاحف الفيديو وتعليهم جبت لكم وصفة بزاف هيلة وبزاف بنينة انتوما اللي تحبو الشوكولة كامل لازم تشوفوها هي اسموها مويلو وشوكولة يعني راح جي الشكل تحاكي ما اشتوها شبه شوية اللي طنوش من الداخل ما نديروها ني كرم ني والو راح جي هي فراح احجي كشول مشمخة جي بزاف طرية وبنينة ما نطوش عليكم نخليكم تشوفوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم نبدأ نشوفوا المقادر هنا كنت وجدت لكم المقادر تعل البيسكويت اللي نحن نديروها من الداخل تعلم مويلو هاداك عندي شوكولة سنستعمل شوكولة اولي لامارك كاريدور يعني توجر ان نخدم بها عجبتني هذا لامارك بزاف جي برينا سوفل ديسار سوفل قلاصاج رح نسحق كمية يعني البيسكويت والقلاصاج ومام تاني كل قناش اللي نحن نديروها عندي ربعة احبات تحبيت نحيط البيض واحده والصفر واحده عندي مية وخمسة عشرين جرام تعال سكر خمسين جرام تعالوز مرحي بودرة يعني تسحقوا ميزان في هذه الوصفة عندي زج مهرف كبار تعاليب عشرين جرام تعالينا تجيكم محت مغرفة كبيرة ونسحق مئة ميلي لتر تعالي كرام ليكيد حاجة اللي رح نوجدوها هي المويلو شوكولة يعني نبدأ نوجدوه باش ننخلوه هي طيب في الفور ونوحو نوجدوه العفايز في المويلو رح نسحق المية على الشوكولة اللي هي مية وخمسة عشرين جرام رح نحي اه بولي ما عندهم شميزان يقدروا يكيلوا بهذا شوكولة كاري دور باس كل كاري يوزن خمسين جرام انا نسحق مية وخمسة عشرين جرام سما ندير دو كاري ونزيد واحده اخر نقسمه على زوج نحي غير نص منه ومبعد نقسم شوكولة صغيرة ونحطها في الكاسرونة باش نديها الدوب هذا كان قطعت الشوكولة تعين ديرها في الكاسرونة رح ندير مع هادو كسوش معارف كبار تحليب ومبعد نديها فوق النار تكون ناقصة كامل ولا يعني دخف توس تحرق ديرها فوق باماري خلوا واحدة وندوب مرة ما تدوب نعود نجيبها نخلطها شوية باش ما تكون ش يعني سخونة بزاف باش نزيد لها داك الصفر تعالى البيض يعني ما لازم ش تكون سخونة بزاف ش ما يطعب لكم شا داك الصفر نزيد لها الصفر نخلط ومبعد رح نزيد الكميات على الكرام فراش اللي كده هذيك اللي قتلكم ميات قرام ومبعد رح نزيد تانيك الكميات الفايران اللي هي عشرين قرام واحد مغرفة كبيرة ونزيد تانيك لوز هاداك مرحي بودر يعني تسحقوا خمسين قرام بكميات صغيرة احي يجيب زاف بنين في هاد المويلو اه نخلطهم هاقدا يعني نخلط كل ش كيف كيف ونخليهم بجاهة نجي احد وخانوح نطلع اللي بيت تعالبيت نجيب الي سيبيو ونحط في هذيك الكميات تعالبيت تعالبيت ندير معها قرصة تعال ملح نجيب الباتر ونبدأ نطلع كي نشوف الخالي التاعي يعني هذك البيت بداي ولي كرهوه نبدأ نزيد في السكر غير بالعقل نزيده على ثلاثة أخطرات يعني مشى على ضربة اه وكملوا يعني نكمل نطلع احتوين الميرانج هادية تولي يعني الميرانج تولي التبرية وهذاك سكر يدف فيها كامل فالا اللامورنغ تاعي هاي اللي كي قم تشوفي هرا هي طلعت تولي تقيلة وتولي هكذا تبرية وباش تعرفوا بي طلعت ملح كي تنحو الباتر تعكم اللامورنغ تقعد لازقه في الفوي وحبطة هكذا يعني بوانتو دو كانوا روح نجيب هذك الخالط له ولي درناه تعال شوكولة والوسفر تعالبيت نزيده تانيك على ثلاثة أخطرات لهذا اللامورنغ زيدو خلطوه بالعقل مل تحت الفوق باش ما نعودوش نحبطه اللامورنغ تعالي اللي كنا طلعناه دو كان الخالط تتعلموا لي لو شوكولة عيرة هو جدنا روح نجيب سنيوو سنيوو تكون واحد فيها ثلاثين على عشرين سنتيمتر ما تكونش كبيرة بزف تكونوا يعني ادهنتوها بزبدة ولا فرشتو عليها بابية كويسة نفرغ ذلك الخالط فيها نسق ملح ومن بعدها سندخلوا للفور اللي كن شعلته سخون ملح مقبل على مئة وثمانين داراجة سنخليها طيب مدة خمسة وثلاثين حتى لاربعين دقيقة سنشوفوا يعني المويلو تعالكم من شف تخرجوه بكي واحد بموس ولا كوردان يخرجنا شف نحوه وخلوه يبرد المويلو هادا ما يجيش كيمالاجين وازع يعني سيجي مشمخ في هلا كرام ليكيد سيجي من داخل شغل كما يقولون المويلو بس كيجي يعني طريب زاف كيشغل له تحسوف في هلا كرام سمع لابها ما نسحقون يسيرون ونسحقوا هلا كرام ديروها من الداخل غير هو يكفي من جاهد وخانو حنوش دولة قانا وشوكول يعني لحن نديكوري بها برك من الفوق سنسحق كمية كرام ليكيد اللي هي مية وخمسين قرام ولا مية وخمسين ميليليتر كيف كيف ونسحق مية قرام شوكولة رح نقطعها ندير هذه اللا كرام مشتوها درتها في قصونا نديرها فوق النار حتى وين تلحق الدرجة الغالية وشوكولة نقطعها كيت اللا كرام ليكيد هذه الجيحة تغلي نحيها نزيد لها شوكولة ونخلط تشوفها يعني تدوب شوي هذيك شوكولة كين حبت لي ما يدوب وش عبدوا رجوعها فوق النار شعلوها نقصة كملوا خلطوه حتى ويندوب لكم الشوكولة ولا قناشتو يعني مخلطة وهكذا يعني ما يكونش فيها حبيبات تدوكتها الشوكولة ومبعد نحطها بجاهات يعني نخليها تبرد كيت يعني تدفى شوية حطوها في فيجي دار خلوها تبرد واحد نص ساعة هكذا المويلة تعيره هو طيب دوكن جين ديمولة هنقلب وفوق ينقري بشي بردنا بالخف نحيلو ديك البابي كويسون ومبعد نحيلو هدوك اللي بوردور تاوعو هدوك يعني يتنحو باش نقدروا نقطعوه ومبعد راح نجين نقطعوه راح نقطعوه على دوك تشوفين على ستاش نحبه هقدك باش يخرج لي يعني نحن دير حبه فوق حبات دوك تشوفين يعني اش حال نقسموه تفهمو هاكداني قسمتو على ستاشن حباك يا مراك مجوفين يعني يكونو الحبات يتشابوه باش ما يجيش ديك غلاج يعني كدو راح تلسقوه حبه فوق حبه باش ما يجوش يعني بزاف مع وجه دوك وش راح ندير راح نفوري هاد المويلة بتاعنا بلي فراز ولا تحبو البانان اه ولا يعني اي نوع تعفاك يتحبوه انا درت لي فراز نحطوه هقده يعني بمن لسقوه بحتاح هاج راح وحدو يلسق اه هقده حطيت شوية بلي فراز الداخل نكمل مع كامل الحبات اللي قاعدوه ومبعد وش راح ندير تقاعد لنا غير القلاساج اللي راح نديروه من الفوق القلاساج حنسحق متين قرام تاع شوكولة نقطعها هقدها ونحطها في كاسرونة نخليها اه نحطها في كاسرونة ندير لها نغير فاكبيرة تعزيت نديها فوق النار بنقصة كامل احتوي ندوبلي شوكولة تاع القلاساج تاعي راه دابت دوكوش راح نديرها بتحبوه تقلاسي وغير هكدايا سينا راح نديرها شوية بندق اللي كنت حمصته ورحيته سيوكفشت رحوخشين انا راح لي شو يعني ارقاق شوية كرحيته ما يعني انتو ما سيوكفشت يكون كونكاسي كما نقولوا راح نزيد عندي واحد خمسين قرام هكداك دوك تبدله كاوكا ولا اي نوع تعمو كسارة تحبوه نزيده في شوكولة هذيك ومبعد نجيب للمويلة اللي كنت فوريتهم داخل بلاي فراسكي ماشتو لساق تحبوها مع وحد اخرى وراح نقلاصيها من الفوق بده تقلاصي يعني ارمي هكدا من الفوق وخلوه يسيل عليها من التحت ومبعد نمسحوها هكدا شوية تامشي لازم يعني تغطوهم بزاف ولا حبيتوا يتغطوا ملاح ملاح زيدوا شوية شوكولة ديروا واحد ماتين وخمسين غرام بتاع شوكولة باش تغلاصي وباية هاي لقدو كان يكملت قلاصية الحلوة تاعي نخليها بجيها حتوين تنشف حتوين ينشف القلاصاج هادا نعاود نروح اللاقه هاناش اللي راح نديكوري بها من الفوق كما قلت لكم يعني نخلوها تبرد ملاح في الفريجيدر ما بيتكونوا تقلاصي وتوجدو راح راح تبرد يعني ملاح في الفريجيدر نجيبها ونجيب الباتر نبدأ نطلع فيها احتموين يعني تشوفوها تقالت والاكولر تحت تبدل يعني راح تولي كلار معلولة تكون فونسي ومع تولي كلار نعاود نجيب المويلة وشوكولة اللي كناد قلاصينا راح تمتم يعني نشوف القلاصاج اللي هي مايطول شبزة نكون يعني عمرت اللاقاناش هاديك فلابوشا دوي استعملت هذيك اللاقه يرقيقة كما اشتوا ولا استعملوا اي دوي تكون عندكم المهم بارك يعني باش تديكوري من الفوق وندير هكذا كما راكم تشوفوها هاد الشكل هاد لاني ندير فيه ولديروا اي شكل واحد اخر احبيته انتوما توقع نجيب هاد الكارتون هادا اللي بريزنتي فيه اللي طرنشولة انت ندير فيه شوية على كرام باش تحكمن يعني هاداك المويلة يلسق في الاخر وما يبوشش ونحط الحبه فيه وهاكذا يكون حلوات على المويلة وشوكولاتها هنا واجدة كما اشتوا يعني وصفة سهلة ما فيهاش يعني بزاف تغنشي قصرتو هذي كلادو كلي طرنش تعالي فيهم يعني وجدو سيرو ونديورها الله كرام الداخل راح يعني فيها خدمة هادييا سهلة وراح شوفوا يعني كيفاش جي طرية من الداخل جي بزاف بنينة ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم اذا عجبتكم ما تنسوش التيروجها تابوني وتفعلوا الجرس باش لحقوكم وصفة التوعي تلقى بالانستاقر انا من القروب فيسبوك تاعي ولا باش فيسبوك تاعي مل تحته كما راكم تشوفوا كيفاش جي من الداخل بلا فرز جي بزاف بنينة ان شاء الله هتجربوها دوك انا حقنا الله فانت على فيديو مبقى لها نقول لكم تهال الله وفيروحكم سنو الوصفات الجاي ان شاء الله وتبقوا على الاخر ترجمة نانسي قنقر